موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الحضور في محاضرة من فعاليات قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين بمناسبة أسبوع القدس العالمي الذي تشترك به مؤسسات وروابط وهيئات علمية عديدة زمانه الأسبوع الأخير من شهر رجب تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج ودخول صلاح الدين الأيوبي القدس الشريف محررا بعد أسره لقرون أما مكانه فممتد على مساحة الأرض التي يعيش عليها المسلمون ولأننا في أيامنا هذه نعيش طغيان سيل جارف من قنوات التواصل ومنصات الأخبار والانتشار الواسع للمعلومة بأفهامها المختلفة المغلوطة منها والصحيحة ارتأينا في قسم الثقافة أن نحتفل بأسبوع القدس العالمي بصورة مغايرة للمألوف في مثل هذه الاحتفالات التي تعتني كثيرا بالتاريخ والذكريات والقصائد وهي مهمة جدا في هذا الميدان لكننا فضلنا أن يكون موضوع تصحيح الفكر وضبط البوصلة في فهم قضايا الأمة الكبرى هو محور محاضرتنا هذه ضيفنا اليوم أصولي التخصص والدرس مقاصدي التفكير والمنهج أكاديمي البحث والوجهة إنه الدكتور مثنى حارث الظاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين جاء ليحدثنا عن تصحيح المفاهيم فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته في البدء أشكر الإخوة في قسم الثقافة والأخو الأستاذ حارث الأزدي على هذه الدعوة الكريمة أولا وعلى هذا الاختيار للموضوع ثانيا وأتفق معه فيما قال في مقدمته لأهمية هذا الموضوع وهو سعي محمود للخروج من المديح والمناقب وما إلى ذلك وإن كانت ضرورية في أوقات محددة ومعينة ومنها هذا الأسبوع الذي نحتفل به سبوع القدس العالمي ولكن ينبغي أيضا استثمار هذه الفرص الطيبة من أجل الدرس بعض الأفكار والمناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة ما أمكن وأحد المحاور التي أعلنت في هذا الأسبوع في هذه السنة هو بحث الموضوعات المتعلقة بالأمة ومنها المفاهيم العامة التي تحتاج إلى تزديد وتأييد أو تصحيح وإعادة تقويم ومن هنا تأتي هذه المحاضرة الحديث عن بعض المفاهيم المغلوطة بعض المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بالأمة إخواني الأحبة هذا الموضوع واسع جدا ولكن حسبنا في هذه الدقائق أن نؤشر بعض الملامح التي يمكن أن تفتح أفاق للبحث والدرس في مناسبات أخرى أو في أماكن أخرى أو لدارسين أخرين في البدء نتحدث عن مفهوم الأمة يبدو أن موضوع الإلف والعادة أو الاعتياد وطول الأمد وكثرة المشاكل والمآسي في الأمة تنسينا أحيانا مفهوم الأمة بأوصافه ومحدداته وضوابطه الشعور بالانتماء للأمة والحمد لله موجود ولذلك تجد كل مسلم في كل مكان في الأرض يفتخر بأنه مسلم ويهتم بما يهتم به المسلمون في البلدان الأخرى فيشاركهم همومهم وأحزانهم وأيضا يشاركهم أفراحهم وإن كانت قليلة في هذا الزمن للأسف ولكن بسبب نشوء ظواهر جديدة في العصر الحديث ومنها ظاهرة الدول القومية ثم الدول الوطنية ثم نشوء يعني التوجه نحو المحلية والانغلاق على الذات للأسف أفقد هذا المعنى أو هذا المفهوم الواسع كثيرا من معانيه التفصيلية الأمة عندما يعرفها العلماء يستندون مباشرة في تعريفها إلى أنهم مجموعة من الناس الشعب من الشعوب صغر أم كبر وهذا الشعب كي يكون أمة لا بد له من هوية وهذه الهوية لا بد لها من مكونات للأسف نحن بتقادم الزمان بدأنا لا ننتبه لكثير من هذه المكونات المؤسسة لهويتنا وهذا أوصلنا إلى حالة ضعف في تفهم معنى الأمة كما هي الآن عندما نتحدث ونقول في الحديث الأمة مباشرة يأتي التحفظ أو يأتي التساؤل أو الاستفهام حتى وإن لم يكن مسموعا أو مقرؤا أو مباشرا وإنما يرتزم في الذهن مباشرة السؤال ماذا يقصد بالأمة هل هي الأمة المسلمة أم الأمة العربية هل هي الأمة الإسلامية أم الأمة المسلمة هذه نقطة أخرى أيضا جديرة بالبحث لذلك من يعي هذا الموضوع يتحدث ويقيد ما أمكن فيقول الأمة العربية عندما يكون السياق يقتضي ذلك ويقول الأمة المسلمة عندما يقتضي ذلك ويصفها بالإسلامية عندما يقتضي السياق أيضا ذلك وأحيانا يحتاط ويقول الأمتين العربية والمسلمة مراعاة لاختلاف المناهج وطرائق الدارس والتعامل مع هذا المفهوم المهم وإلا في مطلع العصر الحديث الذي يوقعت له في القرن السادس عشر الميلادي من بدايته إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وزوال سلطان الدولة العثمانية عندما كان المسلم يتحدث عن الأمة كان يتحدث عن الأمة المسلمة وأجزاء كبيرة من العالم العربي والإسلامي كانت تحمل هوية واحدة في ذلك الوقت هوية وقتية انتهت ليست موجودة الآن ومن الخطأ استدعاءها ولكنها كانت موجودة وهي هوية سياسية هوية الهوية العثمانية لكن في مرحلة متأخرة من زمن الدولة العثمانية عندما بدأت القوى الخارجية تحاول الاستيلاء على البلاد العربية والمسلمة وعلى مقدراتها وثرواتها وبدأ الامتداد البرتغالي والهورندي والإسباني والبريطاني والفرنسي والروسي بدأ كل هذا الصراع على هذه المنطقة وتحديدا منطقة الشرق الأوسط وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وتقسيم تركة الدولة العثمانية انتفت هذه الهوية لكن قبل بسنوات كان هناك بحث حتى في داخل الدولة العثمانية عن هوية جامعة فنشأت ما يسمى في وقتها حركة الجامعة الإسلامية الجامعة طبعاً هان مؤسمة كان وإنما الجامعة هو وصف للاجتماع الإسلامي ونشأت حركة الخلافة الإسلامية في الهند قوية في ذلك الوقت تدعو أيضاً إلى هذا المفهو فإذن مع أنهم كانوا أمة واحدة لكن لما أحسوا بأن هذه الهوية وهذه الأمة المجتمعة بدأت تتهدد بدأت تغزوها دول أخرى بدأت تحاول إثارة مشاكل داخلية من خلال استفادة من موضوع الأقليات ومن عندما بدأت المسألة الشرقية في القرن السابع عشر الميلادي نزعوا إلى البحث عن تعزيز لهذه الهوية بمفهوم جامع يتجاوز الأطر المكانية والزمانية والعرقية والمذهبية واللغوية وينزع إلى تكوين هوية لرص صفوف الأمة فما إحران الآن برص صفوف الأمة فإذن الذي نتحدث عنه الآن هو مفهوم الأمة بالمفهوم الواسع أوسع مفهوم له دائرتنا الآن وطنياً نقول إحنا إراقيين ونسع الدائرة شوية نقول إحنا عرب يعني الغالب وإلا في العراق في مكونات أخرى لكن بحكم أنه غلبت العرب في هذه المنطقة لكن عندما ننتقل إلى مفهوم الأمة المسلمة تضحى الدائرة العربية من أضيق الدوائر يعني عن سبيل المثال دائرة شبه الجزيرة الهندية اللي فيها الهند المسلمين في الهند والمسلمين في باكستار والمسلمين في بنغلاديش والمسلمين في سيري لانكا والمسلمين في الدول الأخرى القريبة منها هؤلاء يكاد يشكلون نصف الأمة المسلمة تضحى عند مقابلهم الأمة العربية في الدرجة الترتيب الثاني أو الجنس العربي أو القومية العربية في الترتيب الثاني ودائما الأمم تطمح إلى توسيع دائرة النفوذ من خلال توسيع دوائر الارتباط والاجتماع ومن هنا نشأت التجارب السياسية الحديثة سواء ما كانت تسمى عصبة الأمم ثم المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي وأمامنا تجربة مثل الآن أن الاتحاد الأوروبي كله مجتمع مع عرق شرقي العالم الغربي يجتمع مع عرق شرقي لمواجهة عرق شرقي وكلهم في إطار ويسمى العرق الأوروبي أو العنصر الأوروبي ولكن هناك جامعة جمعتهم وهي الاتحاد الأوروبي بينما ننزع نحن إلى أمور أخرى هذا الحديث طبعا مذكور ومكرور وتسمعونه بكثرة لكن أنا أريد أدلف منه إلى نقطة أن المعيار الأساسي للأمة هي الهوية والهوية لها مكونات ومن مكونات العقيدة مختلفة هناك مكونات أساسية هناك مكونات أساسية موجودة في كل هوية في العالم اللي هي التاريخ العادات القيم المعايير التاريخ المشترك التراث الواسع والكبير لمجموعة من الناس اللي يطلق عليهم وصف شعب أو شعوب تدخل بعض العناصر على بعض هذه الهويات في غالبها وهي هوية أو عنصر الدين ولا سيما عندما يكون هذا الدين دينا سماويا كما عندنا المسلمين فإذا المكونات الهوية عند المسلم تضاف لها دائرة أخرى غير الدوار الموجودة في الأمم الأخرى فعندنا دائرة العقائد القيم والمعايير والأحكام التشريعية والأحكام الأخلاقية ثم العادات والقيم وأساليب العيش والأهداف المشتركة والتاريخ والتراث وهنا تزخر الأمة بتراث كبير هائل لا تكاد تدانيه أي أمة من الأمم بغض النظر عن تفاصيل هذا التراث وأبوابه الواسعة وهذا أمر لا يمكن أن يجادل فيه إثنان فإذن لكي نكون حقا أبناء أمة مدركين وواعين لمقتضيات هذا الوصف الشريف الذي ينبغي أن نتصف به علينا أن ندرك هذه المكونات لهويتنا وعلينا أن ندرك هذه الهوية لكي نتحرك في ضوئية ما الذي جرى بعد مرحلة الاحتلالات الغربية للعالم الإسلامي وتحديدا العالم العربي أنه يوما بعد يوم بدنا ننزع إلى الهويات الأصغر شئنا ما بينه ندعي بأننا نتمسك بالهوية الأساسية الهوية الكبيرة الهوية الأصيلة ولكن بمرر الزمن ننشغل بهوياتنا الفرعية هذا أمر طبيعي كل إنسان ابن بيئته يدور في بيئته يتعامل مع أهل بيئته مع بني جنسه بني قومه بني لغته ولكن عليه أن لا ينسى الرابط الأساسي هذا الرابط بدأ يضعف يعني يضرب مثل في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان الشعور الطاغي على علماء المسلمين في الغالب أفكريهم ثم دعاتهم بعد ذلك مفهوم الدعوة ظهر في الربع الأول من القرن العشرين الدعوة الإسلامية الحديثة كان هو الحديث عن الأمة المسلمة كانت الثقافة السائدة تتداخل فيها الأبعاد الإسلامية بالأبعاد القومية سواء كانت عربية أو تركية أو كردية أو ما إلى ذلك ولذلك تجد الجيل الأول من هؤلاء إسلامي الهوى إسلامي المعتقد إسلامي الفكرة ولكن لديه نزعة عروبية وآعية واضحة والآخر لديه نزعة تركية والثالث لديه نزعة كردية ولكن هذه النزعات محكومة في إطار الهوى العام الخط العام متى بدأ هذا الانفصال؟ لما بدأت التحديات أول تحدي سبب إشكال كبير لنا في المنطقة العربية لا يمكن أن يكون موجودا عند المسلمين من غير العرب هي موضوع العلاقة مع بقايا الدولة العثمانية بعد الانقلاب العثماني والدستور ثم الدخول في الحرب العالمية الأولى وبدأ سياسة التتريك وما إلى ذلك بدأ هنا صراع بدأت تنشأ فكرة عربية أننا عرب ينبغي أن نحكم أنفسنا بأنفسنا بغض النظر عن الترك أو العثمانيين هنا خلط طبعا مرحلة العثمانية في تقديل انتهت 1908 بدأت مرحلة التركية التتريك اتحاد والترقي فبدأت النزعة من غذ هذه النزعة؟ هي نزعة حقيقية عندما تقرأ الكتابات الأولى تجد مفكرين مسلمين وعلماء كبار يتكلمون في هذا الإطار طيب هل هذه النزعة خارجية؟ لا داخلية فطرية لما يرى الاضطهاد الذي يقابله به العرق الآخر والجنس الآخر في الأمة وإن كان لا يتمثل بأهداف وغايات وعقائد الأمة أقصد الاتحاد والترقي تصبح ردة فعل ماكوة قد يفصل يقول هاي مجموعة مهيمنة على الحكم في الدولة العثمانية وينبغي أن نتمسك بالخط الذي كانت عليه الدولة العثمانية وكيف كان يقربون العرب السلطان عبد الحميد الثاني ويجعلهم من بطانته لأنه حدث باب ظهور الاتحاد والترقي أحد ذرائعهم أن السلطان عبد الحميد قرب العرب حوله طبعا هذه لا تصلت عليها الأضواء فيه عند إعادة قراءات التاريخ بدأت العوامل الخارجية تعزز من هذه الروح فنشأت الحركات والتوجهات واستغلت من أجل تحقيق أهداف المحتلين المستعمرين في ذلك الوقت وتم تقسيم البلاد العربية وعلى أساس هذا التقسيم بدأت النزعات الأخرى النزعة مثلا بلاد الشام عندما كانوا يتحدثون عن بلاد الشام بلاد الشام الضم الموجودة الآن كما تعرفون سوريا ولبنان والأردن وفلسطين عندما كانوا يتكلمون عن فلسطين الآن فلسطين غربي النهر الأردن والأردن شرقي نهر الأردن بينما فلسطين التاريخية هي شمال الأردن وفلسطين والأردن هي جنوب الأردن وفلسطين يعني التقسيم كان أفقي من ناحية البلدانية الجغرافية مو عمودي لكن من قسموا هذه التقسيمات سرموا المؤتمر معروف هذه النزعة لا ضير كان أهل دمشق يذهبون إلى القدس وأهل القدس يذهبون يأتون إلى عمان وأهل عمان يذهبون إلى بيروت وهكذا كلهم في إطار هوية شامية عام لكن مرور الزمن لما صارت حدود بدأت النزعة المحلية تطغى هنا بدأ الصراع بين الفكرتين وبدأ مفهوم الأمتين العربية والمسلمة المشكلة أن هذا التفكير تطور مع الأيام وجاءت أفكار أخرى معبئة إذا كانت القصة في البداية في مطلع القرن بأنهم الشايخ وعلماء ودعاة ومعممين أحدهم مع الدولة العثمانية والآخر ضده لكن الهدف والروحية الواحدة الموجودة كتفكير تجمعهم واحدة الوسلس واحدة المنطلقات واحدة الآن لا جاءت أفكار معبئة بتصورات وإدولوجيات مخالفة لعقيدة الأمة ولهوية الأمة وسيطرت على مدى عقود على أمتنا وحراك المجتمع وما إلى ذلك فأسلمتنا إلى قطرية بائسة جدا بحيث عندما نتحدث عن باقي الأقطار المسلمة كأننا نتحدث عن شيء آخر كأن الدائرة وهذا طبعا خمسينات وستينات وسبعينات وآثار وبدأت في الثمانية تتخف الحديث عن المسلمين في خارج الوطن العربي كأنه يعني أمر غير متصور غير مفهوم أمر مستغرب وما إلى ذلك بينما كانت هذه الأمم المسلمة خارج البلاد العربية تعاني الأمرين ومثال ذلك الهند سنأتي له بعد قليل إذن اختل عندنا مفهوم أساسي صار مفهوم مغلوط ما هو المفهوم المغلوط أنه أنا بالأدبيات وبالكتابات وبالإنشاءات أتحدث عن الأم المسلم لكن بالتطبيق العملي واليومي والحياتي يتصرف تصرفات محلية وقطرية بائسة التحزب البلدي وطبعا الوطنية مطلوبة مخطأ الوطني بالعكس الوطنية شعور راقي ونعززه ونطالب به ولكن عندما يتقاطع أو تتقاطع هوية الوطنية مع الهوية الأكبر الهوية الجامعة هوية الأمة حتى ذلك تحصل المشكلة هذا التقاطع حاصل الآن للأسف إذا مو قصدا بدون قصد أنه الاهتمام بالمحلي نجعل بلد نفسه للأسف مثلا مثلا في العراق من كان في العراق قبل الاحتلال يقول حكومة مثلا الأنبار حكومة الموصل حكومة البصرة حكومة كردستان حكومة ديالة وما إلى ذلك طيب ماشي إذا باقي على المصطلح سهل مصطلح إداري ومستخدم في دول أخرى يقصدون بيعني السلطة الإدارية في هذه المنطقة لكن عندما يبدأ يفكر بأنه مصلحة الأنبار لازم تقدم على مصلحة صلاح الدين مصلحة صلاح الدين تقدم على الموصل الموصل تقدم على البصرة بصرة تقدم على بغداد وهكذا وقس على ذلك وعدينا وصلنا إلى مرحلة أكثر أن الصراع على مقاعد وعلى نسب وعلى مناصب وعلى غير أن هذه المحافظة استلمت هذا المنصب وهذه المحافظة ما استلمت هذا المنصب أن هذه المحافظة استلمت كذا من الميزانية وهذه لم تستلم كذا من الميزان ما شيء هذا في كل الدول نواب ناقشونها في مجلس النواب ينتهي الموضوع أما أنه تسحب إلى الحياة العامة وصير لأثار مجتمعية خطيرة وهذا ما نشهده الآن في العراق وهذه مشكلة كبيرة إذن حتى مفهوم المحلية والقطرية في خطر الآن الوطنية فما بالك بمفهوم الأمة أخلص من هذا أنه إحنا مسلمين لكن ما نفكر بالأمة المسلمة بالمهرجانات والأسابيع مثل هذا الأسبوع والمؤتمرات وناس تحضن ناس وكذا وتتفاعل مع الأحداث طيب شنو مظاهر هذا؟ ما هي مظاهر هذا؟ من أبرز المظاهر وأخطر هو أخذ بس هذا المظهر واللي هي قصة طويلة جدا أنه بدأنا ما نتفاعل مع آلام ومشاكل إخواننا خارج البلاد العربية وإخواننا في غير البلاد العربية كردة فعل بدأوا يفكرون أنه إخواننا العرب لا يهتمون بنا فلماذا أنا يهتم بهم؟ يعني كانت قصة صير في الهند أو في الصين في باكستان في مجاهل أفريقية تقوم لها الدنيا ولا تقعد خطباء المنابئ والمنتديات والوفود والكتابات حدثوا الأحرج يعني مثلا صحيفة البصائر الناطقة باسم جمعية العلماء المسلمين في الجزائر سنة 1934 تنشر مقال عن قضية فلسطين منقول من مجلة الشبان المسلمين اللي كانت تصدر بالبصرة للصحف الرائد محمد الفتاة البيض لاحظوا صحيفة الأربعة وثلاثين شو دل البصائر على الشبان المسلمين لأنه كان تواصل كان تواصل قبل أيام في مساحة من المساحات تحدثنا عن مأساة الهند ضربت مثل أنه بومباي كانت كأنها وراء البصرة وين رايح البومباي منين جاي من بومباي تجارة البومباي بل من الطرائف الآن مو يقول لك والله إذا نسوي الأنبار أنا قل لا أضرب مثال بالأنبار يعني نمون على الأنبار والله إذا نسوي الأنبار مثل دبي قبل كانوا يريدون العرب ودول الخليج يريدون بغداد الصين مثل بومباي البصرة مثل بومباي لماذا؟ لأن بومباي كانت درة ذلك الوقيت ميناء مشهور ومعروف ومدينة كبيرة وفيها المطابع بالكثير من العرب سكنوا فيها وإلى الآن وإنشأوا فيها المطابع وغيرها يطلع عالم من العلماء بغداد يروح يسوي مطبع بومباي يطلع كتب يصدر للبغداد أما خطوط التجارة فأحدثوا الأحرج لما تغير العالم وتغيرت خطوط النقل والطيران وغيرها صارت بومباي كأنها في أقصى الأرض يعني يقول إذا واحد نروح للمدن أي والله الله يأكل بومباي شو موديك البومباي بعيدة بينما يأقرب يروح لنيوارك عادي جدا لكن لما يقول نروح للجكارت مثلا أو كوالة لنبورية فش يوديك لأقصى الأرض فبدأت الصلاة تضعف لما سنة 1931 المؤتمر العام الإسلامي العام يعقد في القدس ويأتيه المسلمون من كل أنحاء الأرض من نيجيريا وأغندا يجون من أمريكا الجنوبية يجون المسلمين بذاك الوقت وبالسفن والرحلة الطوى الأشهر حتى يحضروا المؤتمر الإسلامي من أجل القدس إحنا سوينا هذا الشيء بلاكس يعني ردينا هذا الجميل للآخرين ومو جميل واجب لكن خلنا نقول جميل باب التساف اللي صار الآن بأنه فقدنا هذا الحس لذلك إسه مشكلة الهند ما يجري في الهند متفاعلين معها إعلاميا لكن عمليا وين النشاطات العملية بشأن هذا الموضوع وحليا المشكلة في الهند مشكلة واحدة الهند بيها ما يقرب من 200 مليون مسلم هي ومسلمي بنقلادش أكثر من الوطن العربي عف باكستان وندنوسيا وماليزيا فهذه إحدى النقاط اللي تخلي هناك مفهوم مغلوط في التعامل مع مفهوم الأمة وهو عدم الإحساس بإحساس الأمة عدم الشعور بشعور الأمة ثم انقطاع التواصل مع أجزاء الأمة الأخرى وهذا يولد ماذا مشاكل ويخلي العدو يستفرد بكل جزء على طريقته الخاصة بل أحيانا يكون التفاعل مع قضايا لا صلة لها كبيرة لها صلة لكن ليست كبيرة أكثر من التفاعل مع قضية الهند الآن قضية الهند موجودة وقضية أوكرانيا وروسيا التفاعل في البلاد العربية مع من أكثر مع قضية روسيا أوكرانيا أكثر لا بأس حدث كبير ومهم وغيره ولكن نتعاطف مع المظلوم نعم ولكن القضية من ناحية السياسية والعسكرية والغيرة والستراتيجية قد تكون فيها إيجابيات كبيرة لنا في هذا الظرف بغض النظر عن أطراف المتصارعة فيها والنتائج لكن لدي مشكلة قائمة في الهند ومشاكل أخرى في بلاد أخرى طيب هذا إذا حتينا على الهند أما إذا حتينا على تركستان فأحدث والأحرج وهنا أضرب مثل سريع تركستان الشرقية أقصد مسلمين ليقوار ومن معهم في في الصين كانت روايات نجيب القيلاني أمالقة الشمال في نيجيريا وعلى كاشغر وغيره بذاك الوقت نشر ثقافة كبيرة لماذا؟ لأنه فعلا كان ثقافة المجتمع المسلم في ذلك الحين في ذلك الوقت متفاعلة مع شعور الأمة العام بخلاف ما هو موجود الآن نجيب على الهند مثال سريع لمحة سريعة الأمور أخواني قد تتغير التقييمات تتغير الموازين تتغير الظروف تتغير تقادم الزمان يصنع أشياء جديدة قرأنا وإحنا صغار بأنه صار مشكلة في الهند لما حاول المسلمون في الهند يخرجون الهند يستقلون ينفصلون في بلد آخر وهذا البلد صار بلد الإسلام وصار باكستان ونزح كثير منهم وبقى قسم اختار بل حتى علماء الشريع الفقهاء المفكرين في ذلك الوقت اختلفوا وصاروا قسمين قسم مع الانفصال وإنشاء دولة مسلمة المحافظة على الهوية المسلمة على نواة الإسلام في الهند وقسم آخر قال لا الهند للمسلمين كنا نحكمه فالأصل أن نبقى فيه من أجل أن تبقى يبقى الدين الإسلامي في الهند وينتشر ويتوسع كلا الفكرتين لها وجهة نظر مقفولة ومعقولة لكن لا نستطع أن نجزم بأن هذه الفكرة صائبة وهذه الفكرة خاطئة يعني من أبرز من تحدث عن ضرورة البقاء في الهند مولانا أبو الكلام آزاد المفكر الهندي المعروف لكن هناك اتجاه آخر تزعم الذهاب المهم أشيئة دولة باكستان وحصلت مجازر ومذابح للمسلمين في طريق جرتهم حققت إيجابيات بغض النظر عن السلبيات الأخرى حفظت جزءا كبيرا من الأمة المسلمة في الهند يأتي واحد يقول له باقين في الهند كان صاروا هم تقريبا كتلة أكبر في الهند كلام سليم في مرحلة معينة لكن الآن حزب طائفي عنصري تحكم بالسلطة ويضطهد هذه الأغلبية الأقلية الكبيرة التي كانت تبلغ 200 مليون جيب لهمها الباكستان جيد راح نصير 370 مليون هم راح يبقون أقلية في بحر فإذا على أقل أنشأت بلد آخر لكن واحد ينظل من وجهة نظر أخرى يقول هؤلاء بقوا وحفظوا على الإسلام وأنشأوا منارات للإسلام وكنا خاصة المختصين بالعلم الشرعية والتاريخية والعربية يعرفون فضل الهند ومدارس الهند ومطابع الهند وعلماء الهند في موضوع الحديث النبوي والفقه الحنفي ولكن هل ممكن لهم الآن غير ممكن فإذا بقاهم كان فيهم أصلحة لكن الآن يجي واحد يقول طيب ماذا نطالب نطالب من يخرجون لتحقون بباكستان من يقبلهم هل تقبلهم باكستان البلد الإسلام هل تقبلهم بنقلاديش اللي انفصلت عن باكستان بعد ذلك وصارت حديقة خلفية للمقابرات الهندية فإذا لا إذا بقوا وبقوا يتحملون أعانهم الله كل ما يجري عليهم ولكن أمتهم تركتهم أمتهم تخلت عنهم أول بوادر التخلي هو عدم التواصل عدم معرفة همومهم ومشاكلهم وآلامهم وطغيان قضايا أخرى قسم منها مشروع وقسم منها غير مشروع فهذا أحد المفاهيم المغلوطة الأساسية في موضوع الأمة وهو الخلل في تصور مفهوم الأمة وهل الهوية الجامعة طاغية مبعدة للهوية الفرعية أم يمكن أن تتعاون معها في سياق معين طبعا ممكن السؤال كان سابقا في نعود إلى مطلع القرن العشرين لما ألف بعض العلماء كتبهم اللي تتحدث عن حالة التخلف والتراجع عند المسلمين فكان لسان شاكيب أرسلان يقول لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لاحظ السؤال لماذا تأخر المسلمون طبعا ظهرت كتابات لماذا تأخر العرب وغيرها لكنها كلها يعني على غرار لكن هذا أول كتاب كتب في هذا الموضوع وكتبه بالحسن الندوي في نفس الموضوع في نفس الفكرة ولكن بعنوان آخر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين إذن أيضا الفكرة المسلمين وشاكيب أرسلان لمن لا يعرفه هو من أقليين الأقليات في داخل جسد الأمة المسلمة هو درزي في الأصل ولكن شعوره كان شعور الأمة كان يتكلم برسال الأمة كان يدافع ذو الأمة قضى حياته من وجه الدفاع عن الأمة اقترب إلى عقيدة الأمة الصحيحة إلى أفكار الأمة إلى تصوراتها إلى أهداف إلى غاياتها بخلاف كثير المهم هذا يوصلنا إلى ماذا إلى التصور الدقيق والصحيح لمفهوم الأمة وما يتعلق بقضاياها عندما نقول هذه القضية مركزية وهذه القضية غير مركزية طبعا لا أحد يقول هذه القضية غير مركزية لكن يقولون القضية المركزية أو القضايا المركزية يفهم منها أن القضايا الأخرى غير مركزية هذا ممكن كان فيه زمن لكن الآن نعتقد وجهة نظري أن الوضع تغير واختلف قضية فلسطين والمسجد الأقصى والقدسي قضية مركزية للأمة على مدى عقود بل قضية القضايا في الأمة عندما لم تكن هناك إلا القضية الفلسطينية لكن بعد ذلك نشأت قضايا كثيرة وهم كثيرة ومشاكل أخرى لم تؤثر على قضية الأمة الأمة رغم ما فيها من مصائب الهندي مقتول سأكثر النشاطات بسبوع القدس العالمي وين تلقاها؟ بالهند باكستان اندونوسيا ماليزيا أكثر من بلاد العربية رغم أنهم في مصيبة في مصائب ولكنهم يجعلون قضية فلسطينية القضية But إذا رجعنا إلى القواعد إلى التأصيل إلى الفهم الصحيح لمفهوم الأمة لا يضير القضية الفلسطينية أن لا تكون القضية المركزية للأمة قد القضايا المركزية في الأمة لماذا؟ لأن القضايا المركزية هي القضايا المهمة القضايا الأهم القضايا الأهم يكون فيها أبعاد متداخلة عقدية تشريعية إخلاقية مبدئية تاريخية عرقية استهداف عرق معين وعنصر معين فهي اجتمعت فيها جميع هذه الأشياء فضلنا عن ذلك ارتباطها بقدسية النسجد الأقصى الثالث الحرب هذا يطفي عليها بعد عقدي يطفي عليها بعد يعني التشريعي مهم وكبير جدا لكن فلنتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الكعبة عندما أراد في مرة من مرات نوى أن يجدد الكعبة ماذا قال عهد بجاهلية لهدم الكعبة وبناها على أسس إبراهيم وحديث آخر من يذكره أدق بعض من هذا في الاستدلال لماذا قالت لهذا ذي لا ليس في هذا المعنى لزوال الكعبة من قتل مريء المسلم إذن هذا المقدس الأول فلنسميه رغم أننا لا أحب أن أستخدم هذا المصطلح المقدس ولكن فلنقل الكعبة بيت الله الحرام قبلة المسلمين المسجد الحرام الأول الذي يفدى بالأرواح والمهج والقلوب والعقول وبكل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يجعله في مقابل إراق قدم مريء مسلم يقول زواله أهون لماذا عوف البعد المعنوي لأنه هذا فيه بعد حسي وهو بناء يمكن أن يبنى من جديد أما الإنسان ما يمكن أن يبنى من جديد خاصة وإن كان مظلوما خاصة وإن كان مسلما طيب من هذا المنطلق الآن هناك استهداف للأرواح ترك الموارد والثروات والغيرة والأرض والمياه لا هناك استهداف للأرواح واستهداف ليس استهدافا عفويا جزئيا صغيرا وإنه استهداف واسع وشامل وكبير ومقصود لاستئصال بعد عقدي معين في كثير من بلادنا المسلم استهداف المسلم لأنه مسلم مستهدافه لأنه عرق يعني غير عرق الأبناء بلد الآخرين من بلد المسلمين القضايا العرقية حتى بين غير المسلمين يعني مشاكل بينهم كبير لكن استهدافه لأنه مسلم بغض النظر عن حتى ولو كان يعني شريكا المستهدف في العرق شريكا له في التاريخ شريكا له في اللغة شريكا له في العيش المشترك وهذا ما يحصل في الهند الآن موضوع الحجاب وقبله لا مشكلة قبل السنوات نفس الحزب قبل يصبح حزبا حاكما في الهند قتل آلاف للمسلمين في إحدى الولايات وأيضا يعني الحملة قد تكون حملة الحجاب أكثر لا قد قبول أكثر أو سمع به الناس أكثر مما جرى قبل آلاف من المسلمين قتلوا في قضية مفتعلة فإذا هذا يدفعنا إلى أنه نرجع إلى ماذا تقول الوصول الشرعية ما هي النظر المقاصدية الحاكمة لهذا الأمر كيف نتعامل مع هذه القضايا لأن واحد راح يقول والله راح نتعى بذا نتفاعل مع جميع القضايا نعم نتفاعل لكن كل قضية تتفاعل معها بالطريقة المناسبة للتفاعل معها بحسب إمكاناتك بحسب قدرتك بحسب تصورك أحيانا لو تنوي فقط النية على أنك تهتم بمسائل المسلمين في العالم ولكن جهدك المادي الحسي توجه لقضية واحدة بدون أن تنسى ذلك تكون أدية فرضك أدية واجبك فإذا أدى كل واحد واجبه به القصة هذه واجبه خلينا نقول العيني وهو الاهتمام بأمور المسلمين بذلك الوقت راح الأمة تقوم بواجبة كلها بذلك الوقت راح تجي الواجبات الكفائية ويكفونك كثير من الناس بما يقومون من أعمال ويرفعون عن نكة يعني أثر التكليف الشرعي فإذن قضايانا تحكم ب نقول بمثال الدائرة أو الدوائر المتداخلة خلي ثلاث دوائر الدائرة المركزية الصغيرة أصغر واحدة العقيدة والدائرة الثانية اللي بعدها التشريع والأحكام والثالثة هي الأخلاق والقيم والمعايير تجي تعرض كل قضية على هذه القضايا إذا القضية المعروضة فيها كل هذه الأبعاد هي قضية مركزية إذا القضية يتخلف بعد من هذه الأبعاد هي قضية مهمة ولكن ليست مركزية إذا قضية بيها بعد واحد هي راح تكون في الدرجة الثالثة فأتعامل معها على هذا الأساس ننطيكم مثال تطبيقي الدائرة اللي طبعا نتحامل معها بالولاء والبراء وقصة درجات يعني الالتزام العقدي والدائرة الثالثة يتعامل من خلال الأحكام التكليفية التشريعية والدائرة الثالثة نتعامل معها من خلال يعني المنظومة الأخلاقية المعنوية القيمية المعيارية النظام العام وما إلى ذلك نأخذ مثال يعني توضيحي نجي على قضية فلسطين فيها بعد عقدي فيها بعد عقدي فيها بعد تشريعي واجب شرعي فيها واجب شرعي فيها واجب أخلاقي معنوي قيمي معاييري فيها إذن هذه قضية مركزية أجعل القضية الهندية المسلمين في الهند وباكستان وغيرهم كذا البعد العقدي يعني موجود بالشكل العام وليس موجود بشكل محدد الدفاع على المسجد الأقصى شوية يتراجع عن قضية فلسطين فيها بعد تشريعي وفيها بعد أخلاقي لكن لما نجي نشوف بأن هناك محاولة استئصال للعنصر المسلم راح ندخل بايش راح ندخل نرجع من جديد نرجع للبعد العقدي وجوب الموالات والتبرم من أعداء فإذن أيضا فيها بعد عقدي هذا هو المقياس فنقول قضايان المركزية الآن لدينا قضايا مركزية وليست قضية مركزية هذا الذي أريد أن أصل إليه في هذا المثال يتعلق بهذا الموضوع وأختم بذلك أطلنا عليكم قليلا كيف أوزع الجهد يعني الآن كل جهودنا موجهة باتجاه في مرحلة ما الأمة كلها كانت مستنفرة من أجل فلسطين والقدس القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس والمسجد الأخص بشكل خاص الآن القضايا متعددة العراقي ينشغل بمصيب تول السوري ينشغل بمصيب تول يمني مصيب تول لبناني مشغول اللي بي مشغول الهندي مشغول التركي أيضا بدأ يشغل وغيره طيب إذن كيف راح نوفق هنا تجي معادلة سهلة وسيطة تسمعون بالخطب وبسبوع القدس وغيره ينبغي أن توجه كل الجهود لنصرد قضية فلسطين ماديا ومعنويا صحيح بس هذا كلام فيه عاطف أكثر ما فيه علم ودقة ينبغي أن توجه الجهود الممكنة جهود الأمة خلينا نقول جهود الأمة نصرة قضية فلسطين وقضايا الأمة نشأت قبل أيام ظن هيئة أسيسية للجنة نصرة قضايا فلسطين والأمة جيد أن يقرن العمرين لكن نشوف المخرجات على المستقبل إن شاء الله المثال العملي التفصيلي الأكثر ما هو الآن أنا في العراق وعندي مشكلة وعندي تدافع مع عدوين احتلالي الأمريكي وإيراني وفي قضية فلسطين وفي قضية الهيئة أتفاعل معها جميعا نحن في الهيئة مثلا متفاعلين مع قضية فلسطين ملف فلسطين في الهيئة من الملفات الأساسية في عمل الهيئة ولدينا ممثل خاص لهذا الموضوع يتواصل مع الأقوى الفلسطينيين والهيئات الإسلامية وغيرها ولذلك نحتفل بأسبوع القدس ونحتفل بقوة والحمد لله يعني نشاطاتنا اللي أقمناها العام الماضي أخذت التقييم الأول يعني غير عدا نشاطات الفلسطينية نشاطات خارج فلسطين كانت نشاطات العراق اللي نحن اشتغلنا باسم العراق والجهود في الغالب كانت منها من الأيام هذه السنة كذلك إن شاء الله جهودنا في هذا المجال أيضا واسعة وكبيرة جدا لكن هل أنستنا واجبنا تجاه العراق؟ هل أنستنا واجبنا تجاه الهند؟ هل أنستنا واجبنا تجاه قضايا أخرى في الأمة؟ مواقفنا وبياناتنا واجتماعاتنا وآراءنا ولقاءاتنا تستوعب هذه جميعا إذن يصير نوع من اختصاص هذه الملفات توزع على العاملين في أي مؤسسة في أي بلد أو أنه جهدي الأساسي الآن موجه لازم لتحرير العراق لكن أنت جزء من جهدي لفلسطين وجزء من جهدي للهند مثلا نظروا مثال للهند جزء من جهدي لتركستان وهكذا جزء من جهدي لسوريا وهذا ما نفعله المطلوب إذن أن نعمم هذه الفكرة أنه موضوع أن كل الجهود تبذل للقضية الفلانية مصحية إذا كان كلام معنوي عاطفي خرج هكذا عفويا نعم أما إذا كان لا مبني على فعلا نظرة تقول بأن الجهود ينبغي أن توجه للقضية الفلانية دون القضايا الأخرى لا هذا مو صحيح لا يتفق مع الأبعاد العقدية والمقاصدية والتشريعية وحتى الأخلاقية بضلط العراقيين يعني شوية مروة فلذلك ممكن أن يصير نوع من هذا التفاهم يعني مثال أخوتنا في فلسطين قضية فلسطين هم ونحن نقول المسجد الأقصى هي قضية الأمة وليست قضية الفلسطينيين فحسب لكن التلبس الأكبار الحمل الأكبار الجزء الأكبار صار على الفلسطيني لما لأن هذا المقدس واقع في أرضه وبلده محتل بشكل كامل ومن ضمنه المسجد الأقصى فلابد أن يحرر فلسطين بما فيها القدس والمسجد الأقصى إذن الواجب مركب فهو يقع عليه وطبعا هذه نظرية دفع العدو الصائل عند فقاهنا إجماع على أنه البلد هم يقومون بدفع العدو إن كفوا فبها وإن لم يكفوا تعاونهم البلدان أيضا بحسب نظرية الدائرة الأقرب فالأقرب إذن الفلسطيني أيضا مطالب بجهود في قضايا الأمة الأخرى من ناحية النظرية ومن ناحية العملية نجي نشوف الواقع نشوف الناحية النظرية موجودة لكن الناحية العملية جهود مكرسة لقضية فلسطين في الغالب إلا من رحم الله إذن نحتاج إلى تصحيح مفاهيم في هذا الجانب للأسف كما قلت غلبت الانشغال بهمومنا يخلينا ننشغل القضايا وننسى القضايا الأخرى أحيانا حتى المشاركة لا تسوي جهد خاص لنصد قضية البلد الفلاني أنت مكلوم مجروح معلوم نعم لا تسوي نشاط خاص على عين وعلى رأس نعذرك لكن لما يصير نشاط اللي يجيها من هذا البلد أو اللي يجيها متعاونة مع هذا البلد شارك فيه ادلوا بيدلوك ابدي عاطفتك ساعد قدم انصح اشرح اللي جاعد يصير للأسف وعن تجربة حركتنا وتعاملنا وبعض الإخوة اللي جالسين معنا عايشين هذا الأمر نروح نشوف انغلاق يعني الزاوية محصورة فقط في البلد الذي يعمل فيه الشخص نحجع القطرية ونحجع الحزبية ونحجع الحدود اللي يقام الحكام بأنه عزلونا عن بعضنا ولكن في واقع الحال الأمر نقع فيه ونقصر قضايانا العامة على القضايا الخاصة أنا أعتقد هذا هو المفهوم الأساسي الذي ينبغي أن ندندن بشأنه دائما من أجل أن نخرج بخلاصات تعيد ترتيب العقل المسلم إعادة تشكيل العقل المسلم بارك الله فيكم عزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة موضوع هذه المحاضرة يفتح الباب على مسراعيه ويفتح آفاقا واسعة لتناول هذه المفاهيم بالدرس والتحليل وقد تكون سلسلة حوارية عبر ندوات أو كتيبات لبث الوعي لدى الأمة في هذه الجزئيات التي باتت من يوميات حياتنا في ختام هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور مثنى حارث الظاري على ما أفاد وأجاد في تناول هذا الموضوع والشكر موصول لكم سالة الحضور على أمل أن نلتقيكم بمناسبات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر